أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح في العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى فإني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله却以拣选 آدم、 نوح、 إبراهيم的后裔 和 إمران的后裔 而是他们超越世人 那些后裔是一贯的血統 الله是全聪的、是全知的 当时, إمران的女人说 我的主啊,我是願以我父里所怀的奉献给你 求你接受我的奉献 你却是全聪的、却是全知的 当他生了一个女孩的时候 他说,我却已生了一个女孩 阿拉是知道他所生的孩子的 男孩不像女孩一样 我却已把他叫做マリアム 求你保护他和他的后裔 免受被弃绝的恶魔的骚扰 他的主接受了他 并使他健康地成长 且使Zachariah抚育他 Zachariah每次进内殿去看他 都发现他面前有疾痒 他说,Marian,你怎么会有这个呢? 他说,这是从我的主那里降下的 阿拉必定无量地供给他所抑郁的人 在那里,Zachariah就祈祷他的主 说,我的主啊 求你从你那里赏赐我一个善良的子嗣 你却是听取祈祷的 正当Zachariah站在内殿祈祷的时候 天使喊叫他说 阿拉以耶亚向你报喜 他要证实从阿拉发出的一句话 要长成尊贵的、克己的人 要变成一个善良的先知 他说,我的主啊 我却已老迈了 我的妻子是不会生育的 我怎么会有儿子呢? 天使说 阿拉就这样做他所抑郁之事 Zachariah说 我的主啊 求你为我预定一种迹象 天使说 你的迹象是你三日不说话 只做首饰 你当多多地纪念你的主 你当朝夕赞他超绝 当时天使说 Marianna 阿拉却已拣选你 使你纯洁 使你超越全世界的妇女 Marianna 你当服从你的养主 你当叩头 你当与鞠躬的人一同鞠躬 这是关于优玄的消息 我把它启示你 当他们用抓究法 决定谁当抚养Marianna的时候 你没有在场 他们争论的时候 你也没有在场 当时天使说 Marianna 阿拉的确把从他发出的一句话 向你报喜 他的名字是Messiah 在今世和后世都是有面子的 是亲近于阿拉的 他在摇篮里 在壮年时都要对人说话 他将来是一个善人 他说 我的主啊 任何人都没有和我接触过 我怎么会有儿子呢 天使说 阿拉要如此创造他所抑郁的人 当他判决一件事的时候 他只对那件事说声 有 他就有了 他要教他经典和智慧 Taurat和Ninjil 他要使他去教化 以色列的后裔 阿伊萨说 我却已把你们的主 所降世的一种迹象 带来给你们了 我必定为你们用泥 做一个像鸟样的东西 我吹口气在里面 他就奉阿拉的命令而飞动 我奉阿拉的命令 能治疗天然盲 大麻风 又能使死者复活 又能把你们所吃的 和你们储藏在家里的食物 告诉你们 对于你们 死中却有一种迹象 如果你们是信道的人 我奉命来证实 我之前所降世的Taurat 并为你们解除一部分禁令 我已昭示你们 从阿拉发出的一种迹象 故你们当敬畏阿拉 应当服从我 阿拉却是我的主 也是你们的主 故你们应当崇拜他 这才是正路 当阿伊萨却知 众人不信道的时候 她说 谁为阿拉而协助我 众门徒说 我们为阿拉而协助你 我们已确信阿拉 求你作证 我们是归顺者 我们的主啊 我们已确信 你所降世的经典 我们已顺从使者 求你是我们加入 作证者的行列 他们用计谋 阿拉也用计谋 阿拉是最善于用计谋的 当时 阿拉对阿伊萨说 我必定要使你受众 要把你着身到我那里 要为你清洗 不信道者的污蔑 要使跟随你的人 在不信道的人之上 直到复活日 然后你们只归于我 我要为你们判决 你们所争论的是非 至于不信道的人 我要在今世和后世 严厉地惩罚他们 他们绝没有任何援助者 至于信道而且行善的人 阿拉要使他们享受完全的报酬 阿拉不喜爱不义的人 这是我对你宣读的迹象 和睿智的教训 在阿拉看来 阿伊萨确实和阿丹一样的 他用土创造阿丹 然后对他说 有 他就有了 这是从你的主将士的真理 故你不要怀疑 在知识降临你之后 烦于你争论此事的人 你都可以对他们说 你们来吧 让我们召集我们各自的孩子 我们的妇女和你们的妇女 我们的自身和你们的自身 然后让我们祈祷安拉 弃绝说谎的人 这却是真实的故事 除安拉外 觉悟应受崇拜的 安拉却是万能的 却是智瑞的 如果他们背弃正道 那么安拉对于作恶的人 却是全知的 你说信奉天经的人啊 你们来吧 让我们共同遵守一种 双方认为公平的信条 我们大家只崇拜安拉 不以任何物配他 除安拉外 不以同类为主宰 如果他们背弃这种信条 那么你们说 请你们作证 我们是归顺的人 信奉天经的人啊 你们为什么和我们辩论 伊伯拉姫的宗教呢 塔拉特和印尽 是在他弃世之后才降世的 难道你们不了解吗 你们这等人 自己知道的事情 固然可以辩论 怎么连自己所不知道的事 也要加以辩论呢 安拉知道 你们却不知道 伊伯拉姫既不是犹太教徒 他也不是基督教徒 他是一个重信正教 归顺安拉的人 他不是以物配主的人 与伊伯拉姫最亲密的 却是顺从他的人 和这个先知 以及信道的人们 安拉是信使们的保佑者 是个疯独的 ترجمة نانسي قنقر